السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا بيجوم في قناتي معكم علاء عمر. يا رب تكونوا جميعا بخير. رفقة مساح يا رب العالمين. في البداية كده حب طبعا قدمت عايزي لاخوانا في سوريا وفي تركيا. ربنا يا رب يتولهم برحمته ويرحم موتاهم ويجعلهم من الشهداء يا رب العالمين. ويشفي مرضاهم او جرحاهم. ويعدي الازمة اللي هم فيها على خير يا رب ما يكتب عليهم اي شيء وحش تاني ابدا. آآ عايز اقول لكم ان انا من يوم ما حصل ده وانا يعني الموضوع ما اثر فيها جدا وكنت بتفاعل معاه عن طريق الفيسبوك. لكن ما حصلش صدفة او مناسبة ان انا اتكلم على اليوتيوب. فلكن طبعا ده ما يمنعش ان احنا بقلوبنا كلنا معاهم. ويعني الموضوع كأنه حصل لنا احنا بالزبط يعني ربنا ما يكتب على حد طبعا بس كلنا حاسين ببعض ونشعر ببعض. يعني حاجة زي كده بتبقى يعني من الكوارس الطبيعية اللي لا يمكن حد يقدر يقف قدامها. فما بنملكش غير الدعاء واحنا قاعدين في مكاننا وفي بيوتنا. آآ لو قدرنا ان احنا نقدم تبرعات او نتواصل مع اي حد يقدر يبعت لهم اي معاونات سواء مادية او آآ معنوية حتى او مساعدات من ناحية يعني الدواء والعلاج والحاجات دي يبقى قطر الف خيره. ولكن يعني احنا كاستات بيوت لو ما نملكش كل المساعدات دي نقدر ندعي لهم وربنا يا رب يصخر لهم اللي يساعدهم ويبعت لهم المعاونات اللازمة يعني يرحم موتاهم يا رب العالمين. حبيت في بداية الفيديو ان احنا نترحم على الشهداء وندعي للجرحة وكمان لاي حد ليه اهل او اقارب او معارف في تركيا او في سوريا. ربنا يا رب يطمنكم عليهم وما تشوفوش فيهم اي شيء اوحيش ابدا. المهم حبيب قلبي انا النهاردة اه في اليوم ده اه كانش عندي عيش خالص فانا صحيت من النوم الصبح بدلي عايزة اخبز لان الولاد هيصحوا فجعانين وعايزين يفطروا فقلت اعمل عيش. وقلت بدل ما اعمل مغبوزات. المغبوزات مش هينفع ان احنا ناكل بيها اي حاجة فقلت اعمل عيش بلدي. عشان ينفع ان اي اكل بيه اي حاجة. حتى لو عملت بيه غدا ممكن. بس انا يومها ما استخدمتهش في الغدا قلت اوفره للفطر والعشا. لحد ما ربنا هيصر وننزل نجيب عيش اه بلدي من الفرن. المهم كنت مدفية مية وبجزتها طبعا باداية ولو لقيتها سخنة بزيادة بزود لها مية ساعة من الحنفية فحطيت معاها خميرة وسكر وقل بتون. هستخدم هناك كيلو دقيق وهطلع العجان كيلو دقيق. عملت معايا اتنين وعشرين رفيف آآ بلدي. كان ممكن يعمل اكتر من كده لو انا يعني آآ صغرت الحجم او فردت الحجم آآ رفيع. فانا عاملة العيش اعتبر العيش مش كبير قوي وفي نفس الوقت تضخين كده ومليان له بابة فكان مش بيع جدا بصراحة. العيش البلدي من الحاجات اللي ما فيهاش اضافات كتير ولا مكلف خالص. يعني بيتعمل بدقيق وسكر وخميرة ورشة ملح. لو انتي حابة تحطيله بقى لبن بودرة او تعجنيه بلبن او تحطيله زيت بس هو يعني الزيت انا بحطه في الاخر كنقطتين كده عشان ما يلزقش في ايديا. لكن غير كده هو ما بتعجنش بزيت. الخميرة خمرت معي عشان الميا كانت دافية. ومحضر جنبي برضو ميا دافية تاني عشان نعجن بها بقى. ادي ايه انا حطيته هنا في العجان وحطيت عليه رشة الملح وقلبتم مع بعض كده يدوي. وهحط خليط الخميرة الاول انا كنت عايز اتاكد بس ان الخميرة شغلة. برطمان الخميرة انا بتقول لكم من شوية معايا آآ بيبقى مشبر كده لان انا مطلعا من الفريزر. فبيبقى طالع آآ يعني بحط في الخميرة بيحافز على الخميرة احسن الفريزر من التلاجة. التلاجة برضو حلوة تقدروا تشيلوا باكو الخميرة لو انتو بتجيبوا الباكو الكبير ده بتعيش كتير جدا ما شاء الله يعني من جرم يجرى لها اي حاجة. ومش شرط ابدا ان انا اختبرها. آآ لان انا ببقى الحمد لله واثقة ان التلاجة محافز على الخميرة وجودتها يعني. بس انا قلت اريها لكم انها بتخمر ونشغالة. الفريزر كمان بيحافز عليها والبرتمان ما بيكسرش الحمد لله لان البرتمان ما فيهوش سويل تتمدد. فبغطيه وبشيله في الفريزر بطلعه وقت الاستخدام اخد منه المعلاقة وارجعه داني. المهم العجينة بتتعجن عادي خالص ما بحط لهاش ازياد من اللي انا حطيته قدامكم ده. وهي بتلم الواحدة ولو حسيت ان هي ملزقة حاجة بسيطة. بحط لها رشة زيت كده عشان نقلمها بس من العجان وخلاص او في ايضاية. العجينة يعني لو بتلزق حاجة بسيطة بيبقى احسن لان احنا لسه لما هنيجي نفردها ونشكلها هنستخدم رشة دقيق تحتها وفوقها عشان نعمل الارغفة. آآ دقلتها انا هنا في طبق وهخلفها وحسيبها على جنب لقاها لحد ما تخمر. يعني عجنت العيش بسيطة جدا بس يعني في ناس بتستصعب ان هي تعمل العيش في البيت عشان محتاج فرد بقى او وبهتلت دقيق كتير وحكات مندي. بس والله يعني الحمد لله ما حسيتش ان انا عملت حاجة جامدة النهاردة لان احنا كنا فعلا محتاجين العيش مش عاملها كده كرفاهية يعني. العجينة بصوا بعد ما خمرت انا سبتها تقريبا نص ساعة او نص ساعة وعشر دقايق يعني مش كتير. لان احنا مكناش فطرنا انا نفسي مكنتش فطرت وكنت عايزة بقى يعني استنى العيش بصراحة. مبعرفش اكل اي فطر وخلاص من غير عيش. حنبدأ بقى نشكل العجينة بس انا قلت يعني اصد الدنيا حوالي لان احنا يستخدم دقيق آآ في الفرد. المهم ان انتو هتشوفوا معي وكل حاجة مشروحة يعني ما فيهاش اي تعايدات خالصة ورشة دقيق من تحت ومن فوق وبخلي علمي تدقيق جنبي عشان كل يعني رغيف آآ اعجينه او اكوره يعني او افرده احط رشة دقيق من تحته من فوق لحد ما يتفرد معي كويس. اهم حاجة بقى ان احنا بننظف الرغيف من الدقيق الزيادة كويس جدا عشان برضو ما يطلعش كده مليان دقيق. المهم ان انا هكورهم على قد ما اقدر يعني حجامه وتساوية بحيث انها تعملي رغيف كويس كده مش رفايع قوي. كنت عايزة رد عليكم على سؤال آآ او مش سؤالة وتعليق كان جايلي عن الفيديو اللي فات بتاعي القلاية. لا مش اللي فات اللي قابلية. فيديو اللي قابل اللي فات. كان عن القلاية الهوائية آآ لما عملت لكم الفيديو عن آآ استخداماتها. آآ بصراحة آآ الحمد لله القلاية عندي ما قالها كتير. بقالها سنة ونص تقريبا. زي ما قلت لكم. بس ما شاء الله هي كويسة جدا. يعني السئلة اللي بتتكرر معايا هل القلاية قشرت? هل بتقشر? هل آآ الاكل بيلزق? انا قليتي الحمد لله ما حصلهاش اي حاجة من دي. فجالت علي واحدة بتقولي حبيبي يا قلاية لازم تقولي الصراحة. القلاية اشرت عندي انا وصحابي اكتر من خمس قلايات عندنا كلنا. والاشرة الخارجية اشرت. فقولي الحقيقة وقولي انها اشرت معاكي. فانا والله ما اشرت معايا. انا لو اشرت هقول. يعني انا اصلا صورتها لكم يعني انا مش بتكلم على حاجة مش قدامي. انا كنت بصور وبتكلم في نفس الوقت. فلو انا بجدب القلاية مش هتجدب يعني هيباني ان هي متأشرة. فهي الحمد لله ما اشرتش معايا. احتمال تكون اشرت مع ناس كتير. وده وارد لان هي اصلا معمولة من المادة التيفلون اللي هي بتبقى سي القلايات او التصاط المعمولة من التفال. فوارد ان هي تتأشر. واللي بيشتريها مفوض يبقى عارف ده ما يتأملش يعني ان هو هيشتري جهاز هيعيش العمر كله. آآ ثانيا هي بتكلم على ان كينود ملهوش قطع غيار. انا بصراحة ديني المعلومة يعني انا مش بتأكدها منها ليه بتقول كده? لان انا اصل لما اشتريت القلاية انا جايبها من التوكيل نفسه. والتوكيل بيجيب لي قطع غيار اي حاجة انا عايزاه. فانا مش عارفة هي كلامها بناء على ايه? هل على اساس ان اليومين دول مفيش استيراد كفاية? فالقطع الغيار مش متوفرة? ولا هي بتتكلم في العموم على ان القطع الغيار اصلا يعني ان كينود ملهاش قطع غيار. فانا يريد تكوني سمعاني حبيبتي بترضي علي لان انا ما فهمتش تعليقك. وآآ يعني انا ردت عليكي في التعليق بس انا مش عارفة يعني كان مفهودة تتكلم عاكيد اكتر من كده او انه توصل اكتر عشان اعرف ازاي التوكيل او ازاي كينود ملهاش قطع غيار في مصر. هي ليها. ليها في كل حتة. يعني كل محافظة او على اقل قاهرة وسكندرية ليهم توكيل. وعلى فكرة الموقع الرسمي بتاع كينود بيوصل آآ وبتشتري منه عليه عادي. يعني بتشتري اونلاين عادي منه زي مسلا آآ موقع امازون وبيبعتلك لحد البتأي ايجاز انت عايز ايه. فازن يعني والله اعلم برضو ان ممكن قطع غيار تكون كده. بس انا مش متأكيدة بصراحة بقى. لان انا لما احتجت قطع غيار قبل كده للكابة اللي هي قدامي دي الفوت بروسيسور رحت بنفسي التوكيل وشتريت آآ الكابة نفسها. الدورة بتاع الكابة نفسها. كان في الغطى بتاعه آآ مكسور منه حتة او سح منه حتة. عشان حطيته على البوتاجاز بالفرن شغال في مرة فسح منه جزء ما كانش بيقفل بحكام. رحت اشتريته من التوكيل وكان آآ اداني معادة اروح استلمين فيه لان كان هيطلبه لي مخصوص. بس طبعا الكلام ده كان يعني من سنة ونص سنتين لا مش سنة ونص سنتين وشوية. فكان في قطع غيار ساعتها عادي. هل بقى اليومين دول ما فيش والله ما عارفة. المهم يعني انا حبيت ان انا طمينكم على قليتي ان هي والله ما ما اشريتش قصدي خالص ولا الاكل بيلزق. في نوعية اكل لزق زي الفلافل. الفلافل بصراحة لزقت عجانتها سيلة او مش سيلة مش متماسكة قوي بالقدر الكافي اللي يخليها تتماسك يعني او تبقى محتفزة بقوامها. من النوعية اللي هي بقت تنزل في الاخرام بتاعت السلة. فكانت طلعة واخد شكل الاخرام بالزبط وعمل زي بزابيس كده طلع من الفلافل. فدي الحاجة الى اللي لزقت معي وكانت محتاجة ان انا افرش لها ورقة زبدة في القعدة بتاعتها. بس غير كده والله الحمد لله لقلق معيها كويسة جدا. وده ما يمنعش ان ممكن يحصل خطأ مع ناس كتير او الجهاز يلزق منه او يكون في عيب اصلا. فالله اعلم يعني. المهم يبقص بقى انا سخنت الفرن من امتى? من اول ما بتديت اعجن. يعني وانا بحضر حاجة العجين كنت مشغلة الفرن عشان يسخن من تحت وفوق. انا مشغلة النار تحت وفوق لان انا عندي الامكانية دي. لو مش عندك شغالي من فوق بس. العيش بيحتاج ان انت تستخدمي الشواية اكتر من الفرن نفسه. واخلي الصينية او الصاج بتاعك او الشبكة تبقى قريبة من الفرن قوي. بص انا فاضلي رف كمان وابقى اقرب حاجة للفرن. بس انا يعني مخليها تحت سنة عشان العيش ما ياخدش لون بزياد. بصوا بقى حبيت اوريكم ان هو ما شاء الله بينفخ. وانا كنت فتح الفرن اصلا يعني العيش مش مش لازم تقفيل باب الفرن عليه. هو بيستوي بسرعة جدا مجرد بس ما بتفريد العيش على الصاج بتاعك بيبدأ ينفخ. فيه ارغفة للامانة ما نفختش او نفخت من جزء وجزء لا. بسبب بصوا الحركة دي شايفين الربيف اللي على الحرف ده. ده لو حطيتوه بالشكل ده مش هينقب من كل النواحي. بيقب من طرف واحد والتاني لا. بسبب ان انا حطاه على طرف الصاج نفسه. فلازم العيش بقى مرتاح واخد راحته على الصاج نفسه. هي بهدلت دقيق بتبقى زيادة شوية عشان احنا آآ يعني آآ فردين كل الرغيف على دقيق. فهيبهدل معك دقيق شوية. بس انا عقول لكم على حاجة انا بعد ما خلصت نضفت البتاجاز او نضفت الفرن في ساعاتها عشان انا بجدد دايقت من منظر الفرن وكتر دقيقة. هنا انا كنت خلصت الكمية كلها. مش قادر اقول لكم والله الفرن دفنا ازاي كان الجو ساقعة طبعا انتو عارفين اسكندرية او الجو اليومين دول ساعة عموما اكيد. فكان مدفينة مكنش فاتحة الشفاط متعمدا ان يبقى ريحة البيت عيش ويسخن كده الحرارة بتاعته تسخنة. المهم الولاد كانوا صحي اصلا وانا بخبز وبعمل فكانوا مش مسدين ان انا بعمل عيش في الفرن لان انا دي اول مرة اخبزه في الفرن طوال عمري بعمل العيش البلدي لما بعمله على البتجاز من فوق. رغيف رغيف كده بس الفرن منجز جدا جدا ما خدش مني وقت بس بهدلت الدقيق هي اللي دايقتني شوية. عشان برضو محدش يجرب ويتدايق من الدقيق. المهم انا حطيته تحت قماشة كده او فوطة زي ما انتم شايفين عشان احتفز بسخنيتهم ما ينشفش مني. بس العيش ما شاء الله حلو جدا. بصوا بقى لما بيتفتح بيبقى سهل جدا ومليان له بابة كده وحلو ومش رفيع قوي. وعشان تحافزي على العيش طازة طول الوقت لازم تشيليه في كيس محكم الغلق وبعد ما يبرد عشان ما يطلعش رطوبة ويبل الكيس وهو كمان يطرق قوي او يتبلد. ولو عايز اتحافزي على الكمية بتاعتك طازة اكتر وقت تشيليه في الفريزر مش التلاجة. التلاجة بتنشف العيش شوية بتخليه طعم بيت. لو شلت العيش مغبوز في ساعتها في الفريزر بيطلع زي الطازة بالزبط. المهم ما قلت يعني طالما عملنا عيش واستنينا نغبزه وكل ده ما فطرناش قلت برضو استنى اعمل فلافل عشان نفطر بقى فطر حلوة كده. فكان عندي اخر كيس فلافل ضغط عليه في الفريزر والله كنت متأكد ان انا عندي فضغط عليه على ما لقيته. كان تحت حاجات كتير. عطيت عليه ملح وكمون وكسبرة حاجة بسيطة كده. عشان العجينة تبقى هشة. بس وضربتها في الكاب ضربتين. وابتديت ان انا قليها وخلاص يعني فطرنا كانت بسيط بس كله بيتي الحمد لله. بحاول اعتمد على نفسي على قد ما قدر الفترة دي. ونعمل حاجات في البيت. الفرن موجود والدقيق موجود وربنا يا ربي يجعل الخير في بيضنا يعني ونقدر نعمل. المهم بقى فين وفين قلت اقوم اعمل الغداء او كمان اعمل الحلو. عشان نضيعين فلوس نحن على اشطوطة بتاعت بلبن. فقلت الولاد على فكرة الوصفة دي حلوة ومعروفة من زمان. وآآ عايزين نعملها اصلا في البيت. فهي ممكن تكون آآ اوفر من بر. المهم ان انا اصلا اتلاسعت من الفرن في طلعة العيش دي. المهم قلت بقى هعمل الاشطوطة في البيت. آآ جبت اربع بيضات وحطيت عليهم رشد فانيليا وهي بحضر السكر جانبي والخل. على فكرة طريقة العجينة ما فيهاش اي اضافات غير البيت والفانيليا. ورشد خل والدقيق والسكر ورشد الملح. والبيكينج بودر. بس ما فيهاش آآ زيت ولا فيها لبن. بتعتمد على ان البيت هو اللي بيرفع العجين او الكيكا يعني. والطريقة دي بتبقى طريقة كيكا اسفنجية. ما بيبقاش فيها سبايل خالص لزيت ولا لبن. المهم حطيت آآ كوباية السكر الصغيرة دي انا اعتبراها نص كوباية سكر. تمام? لان الكوباية مش كبيرة هي مج اه او فنجان شاي. بس مش الفنجان الكبير او المج بتاعي شاي كبير. المهم ده ربط السكر بالفانيليا والبيت. لحد ما يبقى لونه ابيض كده ويبقى يعني قوامه زي ما انتم شايفين. المهم هستخدم بنفس الكوباية دقيق. هنخله عشان يبقى قوامه احسن. استخدمت هنا كوبايتين. هو مش كوبايتين بالزبط هي كوباية المفروض. آآ بس انا حطاها عشان زي ما قلت لكم كده كوباية صغيرة فانا حطيت كوبايتين منها. المهم انا هكتب لكم المقدين عشان انتم هكيدة لعبطتم من اللي انا بقول له ده. حطيت البيكينج بودر راشة الملح وخلاص كده يعني حبدأ بقى اضربها براحة كده هو مفروض تضرب براحة بس انا عشان مستعجلة. والفرن كان آآ شغال عشان لازم اسخنه قبل ما اشتغل. فقلت يعني هو النهاردة تقريبا كل حاجة هتبقى في الفرن. فوالله مفيش احسن من ان انت تعملي كل حاجة في البيت بالزيت لوه مغبوزات او حاجة ليه علاقة يعني بالاكل اللي شبه بتاع برا ده. المهم اقلبت المكونات كده كلها وخلاص هو ده قوام الكيك شايفين تقيل ازاي? ده كده كيك اسفنجي. المهم ان المقادير دي اصلا بيتعمل في صنية صغيرة شوية لان كيك الاسفنجي عشان يطلع كيكة كبيرة كده بتحتاج ان احنا نضاعف المقادير اصلا يعني نعمل مسلا تمن بضاط او سبعة كمان. المهم يعني ان انا عملتها في صنية ما تكونش كبيرة عشان العجينة او الكيكة يعني تكفي الصنية كده وتبقى ليها قوام او سمكة حلو. المهم جبت لصنية دي رشيتها رشت زيت وحطيت لها ورقة زبدة وقصيتها كده بالمقاص بحيس تبقى على قدها عشان انا عايزة هستخدم نفس الصنية تاني بعد ما تتخبس فيها الكيكة. حطيت الكوام اه الكيكة بتاعتي ده كده. وهدخلها فرن على درجة حرارة هادية خالص. عشان بس لو حد ما عندهوش اه ارقام في درجات الحرارة على البوتجاز او الفرن فانتو قللوا الحرارة الاقل حاجة عندكم في الفرن. يفضل كمان لو انت عندك مروحة في الفرن تشغالي المروحة بتسوي الكيك من كل الجهات وكمان بتديها لون حلو من غير ما تفتحي الشواية. لو ما عندكيش عادي سويها تمام نص ساعة ويفتحي عليها الشواية تاخد لون بس من على الوش وخلاص كده. انا بحاول اطلع منها الهوى. عشان تطلع كده صمك واحد يعني تستوي كويس. حطيتها في الفرن على الرف الوسطاني. وهنا بعد ما خلصت ما شاء الله يعني كانت حلوة جدا. طلعتها وتبرد. وهغطيها عشان ما تنشافش وشها من فوق. وهسيبها على جنب لحد ما تبرد خالص خالص خالص. انا حبيت اختبارها قدامكم اهو كانت السكينة طلع نظيفة وقعدت مص ساعة بالزبط. بصوا بقى هنعمل لغدا النهاردة. آآ كان عندي فراخ من الشهر اللي فات لو تفتكروا التفريزات يعني بتاعتها كانت اخر حاجة يعني او يعني كان فاضل حاجات بسيطة اوى في الفريزر قلت اخلصهم ونشوف بازن الله يا ربنا يعني يقدر لنا الخير. المهم الفراخ دي آآ مقطعها كنت مكعبات كده زي الشيش طوق بالزبط. ومتبلها تدبيلة كويسة جدا وفيها بصل وفروم وزبادي وبهارات وكاتشف وحاجات من دي. تمام? المهم طلعتهم فكوا عن بعض بالشكل ده. وهعمل لهم آآ نفس الفلفل اللي بنقطعه للشيش طوق وكل حاجة. بس مش هصبعها او مش هسيخها على الاسياخ. هدخلها كده بحالها في الفرن بتطلع حلوة جدا. يعني احيانا الاسياخه كده يعني ما بتبقاش سريعة بالنسبة لي بصراحة وعد اسيخ الفراخ. وبنبقى بحس ان احنا محتاجين كمية كبيرة قوي من الفراخ عشان نعمل كل واحد سخين او تلاتة. الكمية دي او الطريقة دي ما بتستهلكش كمية فراخ كتير. يعني تقريبا دول تلتميت جرام حاجة زي كده. اكتر من ربع كيلو بشوية صغيرين. المهم ان الفلفل زي ما انت شايفين كده حتى انا مش بقطعه كبير انا بقطعه صغير شوية عن طبيعي بتاع الشيش طوق. بس يعني لو استغنيت عن الفلفل هتخسره طعم اه حلو قوي. الفلفل ده لما بيدخلوا الفرن مع الفراخ بياخد تشويحة كده او زي لون شاوي بيخلي طعمه حلو جدا جدا جدا. وبيدوب كده وبيطرق قوي قوي في الفرن. يعني بيخلي الفراخ طعم حلو قام. المهم قطعت برضو فصين من التوم قطعتهم يعني ما ده ما فرمتهمش. وضفتهم كمان مع الخليط ده. بما ان الفراخ متتبلة ومتملحها فانا ما اضفتش اي حاجة كده شوية زيت زتون. عشان الفراخ ما تطلعش ناشفة لان دي صدور مش اوراك. ما عطتش مية كمان يعني هو كده بس. اهم حاجة بس ان انا عطتهم عشان ما ينشفوش او ياخدوا لون او يتحرقوا او ينشفوا. هتطلع ورقة زبدة وبعد كده هتطلع ورقة فويل. هغلفها كويس بعد دخلها الفرن كانت رحيتها تحفة. انا اليوم ده تقريبا والله ما فتحت الشفاط من كتر ما انا عايز اشم الروايح بتاعت الفرن. لك انا عكس الصيف. الصيف انا بحب افتح الشفاط بحبش اشم ريحت الاكل خالص الجواب يبقى حر اصلا. المهم بعد ما الكيك برد هنا حبيت ان انا اشيل من ورية الزبدة. حقلبه في نفس الصينية. آآ بتاعت اللي احنا خبزنا فيها. لو حابين تحطوها بعدلتها بعدلة الكيكة. شيلوا الطبقة الخارجية اللي من فوق. عشان بس ما تبقاش كده عاملة زي الطبقة العزلة. انا حطيتها على بشها بصراحة يعني وهي كانت ريحة الكيكة حلوة قوي لانها مخبوزة. ورحتها كويسة قوي لان يعني عجنتها اسفنجية. هنا بقى انا حبيتها صوب بشوية لبن. انا محتاجة بالزبط نص كيلو من اللبن. انا وحطيتش النص كيلو كاملين بصراحة يعني كانوا اقل بشوية. المهم ان انا حلتهم بمعلقتين من السكر. ودول اللي هنسقي بهم الكيك. آآ اللبن هنا ما كانش سخن يعني هو كان سائع. بس الافضل عشان الكيكة تطلع ضرية جدا واقرب في القوام بتاع الجهزة. الاشطوط الجهزة بتاعة محلات بلبن. ان اللبن يبقى سخن والكيكة كمان تبقى سخنة. فالاتنين هيدويبوا بعض. وحتيبقى الكيكة يعني بايش خالص خالص في اللبن. ده بقى القوام اللي بناكلوا برة بيخليها ضرية جدا. لكن انا بصراحة كنت خايفة على البايركس. ان انا احط عليها اللبن وهو سخن او بارد حتى والصينية تبقى سخنة. فخفت البايركس يكسر. فانا استنيت ان الاتنين يكونوا باردين بس ايا ما فرقتش هي الكيكة شربت اللبن كله. وكانت طرية لحد كبير قوي قوي. بس كانت محتاجة ان هي زي ما قلت لكم تسخنوا الكيكو اللبن مع بعض وتضيفوا اللبن سخنة عليها. المهم ان انا دخلتها التلاجة عشان تبقى ساقعة. ونبدأ نعملها بقية الطبقات. وفي الوقت ده طلعت الفراخ من الفرن كانت راحتها تحفى الفلفل والله طعمه رهيب. عجبني جدا 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 اكتر من طعم الفلفل في الشيشتاوك العادي اللي احنا عارفينه. انا كنت خبزة الحاجات دي او عامل الاكل قصدي قبل معادل الغدب شوية فما كانش حد جعان. فسيبت الفراخ كده على جنب. وقلت احضر لي طبقة الكراميل بتاعة الكيكة. حطيت هنا نص كباية لبن يعني او ربع كمان ربع كباية لبن صغيرة وعليها معلقة نشة كبيرة. دوبتها كويس. وهنا على الطاصة على النار حطيت كباية من السكر. هسيبه يدوب لحد ما يبقى كراميل او اللون الدهبي. انا ما بحبش هقلب السكر بصرحة هو على النار عشان اعمل الكراميل عشان ما ما يسكرش تاني. فانا بقلب السكر الابيض لو تلاحظوا مش بقلب من تحت الفوق. انا بقلب السكر الابيض بوزعه عشان كله آآ ياخد لون واحد. اهو بدأ اهو يدوب. فبقلبه بنفس الطاصة. ولما بحس ان هو اخد اللون البني كده بفضل اقلب فيه لحد ما السكر كله يدوب وياخد من نفس اللون. النار ما تكونش عالي قوي ولا هادية وحاولوا تتخلوا الطاصة او الحالة اللي شغالين فيها على عين من جوه عشان الاطفال لقدر الله ربنا يعافينا يعني لسعة السكر وحشة جدا. المهم السكر كله ده بقى بنفس اللون. حطيت مكعب زبدة لحد ما يدوب خالص. على فكرة ممكن نحط مبادية له سمنة. عشان الناس ما ان لو حدش عنده زبدة حطه سمنة عادي. معلقة صغيرة كده او يعني ما تكونش مليانة قوي. اول ما زبدة الدوب معي انا محضرة جنبي آآ ربع كوباية اللبن اللي عليها معلقة كبيرة من النشا ومتدوبين كويس في بعض. هضيفهم على طول على الكراميل دول. بيبقى زي كراميل اقتصادي كده ما فيهوش كريمة والحاجات دي. لو حسيتين قوام الكراميل ده دلعة تقيل. بسبب النشا او اتقل من الزيادة. الزيادة عن اللزوم يعني حط عليه شوية مية او لبن. هيخف قوامه خالص. بصوا بقى ده القوام داعه حلو جدا. وكانت رحته وطعمه حلوين اوي على فكرة. بس انا سيبته يبرد بقى عشان آآ الايس كريم او آآ سوري الكريم شنطية اللي هنحطه من فوق ما يدوبش معي. المهم جبت باكو الكريم شنطية ده ما بقيتش خلاص بجيب البودرة اللي هو السايب لان سعاره بقت عالية دلوقتي فبجيب لو احتاجت آآ جبت الباكو ده. فدي كانت اول مرة من فترة كبيرة جدا من سنين اجيب الكريم شنطية دريم لاني كنت بجيب السايب الاول الخام. المهم ما قلت يعني مش هيخسر المراضي لما نجيب باكو جاهز كده على قد الاحتياج وخلاص. آآ حطيت سكر بودرة. لا مش سكر بودرة انا اسفة حطيت لبن بودرة. وآآ مية ساقعة. كنت احطها في الفريزر في الكنكة دي عشان تفضل ساقعة يعني متلجة شوية. وحطيت الباكو بتاع الكريم شنطية وبتديت ان انا اضيف المية تدريجيا. هي كانت تقريبا جوباية لربع من المية. ما استخدمتهاش كلها كان فاضل معلقتين كمان. لحد ما القوان بتاعها بقى عالي. وهو بيبقى مسكر منه فيه. المهم طلعت الكيك من التلاجة كانت شربت اللبن كله. وابتديت ان انا احط لها بقى طبقة الكريم شنطية هو يدوب الباكو على قد الصينية دي. عشان بس ما ما حدش يعمل صينية كبيرة ويفتكر ان الباكو هيكفي. هو الباكو كفة بالزبط بالزبط اتبقى معي شوية. هتشوفوا دلوقتي هحطوهم على الوش عشان نعمل التزيين بتاع الكيك. آآ بعد اما يعني ما قطع طاعة واكلة منها تاني يوم لما جيت اطلع منها من التلاجة. آآ ضفت لها لبن تاني على فكرة. بس طبعا ما صبتهش فوق الكراميل لانا حطيته على جنب الصينية كده بحيث ان هو ينزل في الكيك نفسه والكيكة تشربه. كل ما تزوده لبن في تشريب الكيكة كل ما بتطلع الكيكة دي طرية جدا جدا جدا. واقرب في الطعم من آآ الاصلية. قلت بقى ساوي السطح بتاع الكيك زي ما انت شفته كده وحبيت ان انا قطعها قبل ما اضيف الكراميل. عشان تبقى متقطعها والكراميل ما يلزقش بقى مني وحاجات مندي وانا بقطعها. اهو الكراميل بارد تماما ما بيطلعش دخان خالص. حصوب بقى عليها كده على الوش. حاولت اوزعه قدر الامكان يعني عشان ما يبقاش في حتة آآ عليها وحتة لأ. المهم ان هو يعني لما بيدخل التلاجة كله بيندمج في بعضه بقى بتحس ان الكيكة كده بقيت طرعة طعمها احلى من الطرطة بكتير والله. فهي لها طعم مختلف والكراميل ده طعم حلوة قوي محلي الكيكة بزيادة. آآ والتسقية بتاعت الكيكة نفسها مطريها قوي. فمخليها يعني الكيكة كلها دايبة كده في بعضها. حبيت بقى حط الكراميل كده على الاطراف او على الاجزاء اللي ما كانتش فيها كتير. وبس يعني هو الموضوع مش صعب. اخر بقى كمية كريمة اللي اتبايت معي عاطيتهم في كيس لبن اللي هو كيس التلاجة اللي انتم عارفينها دي. ومن الطرف خالص بالمقص قطعت حيطة صغيرة قوي عشان ينزل معي خط بالشكل ده. بس يعني تزيين عادي خالص. يعني هو مش منتظم ومش احسن حاجة بس تمام يعني. خطوط عادية وبعد كده بقى مش عليها بقى بطرف سكينة او طرف معلقة. اتجاه كده عكس بعض عشان يدينا الشكل اللي انتم شايفينه ده. بس بدخلها التلاجة وقلت بقى مش هنأكل منا ونشرب دلوقتي كلها ما نتغدى لأول. عشان الولاد نفسه ما تتسدش عن الاكل. تحسوا كمان ان دي غنية اكتر من من الجهزة. يعني دي كده مليانة مكونات كتيرة قوي. والكرامل هنا كان طبقته اعلى بكتير من اللي انا بشتريها بصراحة يعني. فكان طعمه حلو جدا. كل حاجة كانت حلوة. المهم هنا بقى اضفت كوباية آآ طحينة. او نص كوباية لأ كنت نص كوباية وحطيت عليهم ملح وكمون وكسبرة واسمو ايدها في افريكا. لأ ما حطيتش كسبرة كات خلصانة. وحطيت خل. كانش عندي لمون برضو. المهم ان انا بعمل صلاة التحينة كده حلوة وبحط كمان هريسة شطة بتاديها طعم حلو جدا. وحطيت طبق او آآ كوباية آآ زبادي من اللي انا عاملها في البيت. هو بيتي. وبقلبها دي بتطلع صلاة التحينة حلوة جدا. لو القوام بتاعها لسه محتاج سويل او محتاج يخفل شوية بحطنا شوية مية. بس اتعملت بسهولة جدا. وهنبدأ بقى ان احنا ناكل. حطيت معلاتين زبادي تاني اهو. من كوباية تانية عشان اخفف القوام شوية. بس عايزكم جربوا وصفة الشيش طوق وكمان آآ الاشطوطة اللي احنا عملناها في البيت. على فكرة اسمها كتة يعني احنا يعني كنا بنسبع عنها كتير زمان بس دلوقتي بقى طلع التريند بسبب ان بلابنا عاملها ومنازل منها قطعم كتير قوي. فوقت ده بقى مساحة كبيرة الفترة دي. قلت بقى نتغدى الاول وكان الاكل الحمد لله حلوة جدا. صلت التحينة مع الشيش طوق اللي احنا عملناها في الفرن جده. مع الرز بالشعرية عادي جدا يعني. فالاكلة كانت بسيطة وسهلة وتنفع كمان من اكلات رمضان السهلة اللي ما بتاخدش منك وقت خالص اللي ممكن تعمليها قبل الفطار على طول. طلعت برضو على بالليل كده قلت ناكلها. يعني كانت القطعية بتاعتها او القطعة الواحدة مش بيع جدا رغم هي ما كانتش بتقطعها كبير قوي. المكعب حتشوفوه معاي دلوقتي يعني معقول حجمه معقول قوي. بس فعلا انت استكفي بيها لان كمان سكرها في كل طبقة سكر فكان سكر مزبوط على فكر بس يعني ايه عشان ما نقطرش برضو سكريات في وقت واحد. بوريكم الطبقات هنا من الجنب الكراميل اللي كمان كان نازل من على الجنب الصينية. بديها بقى شكل طحفة. قطعت منها قطعة عشان تشوفوها معايا من جوة. وزي ما قلت لكم تقدروا تزودوا كمان كمية اللبن اللي بتشربوا بيها الكيكة عشان تطلع معاكم طارية ويعني هشة اكتر من اللي انا عملتها كمان. بصوا بقى الكيكة عامل ازاي? من جوة طحفة وشرب لبن وكله تمام. يعني اتمنى ان الفيديو النهاردة يكون عجبكم. ما تنسونيش من صالح دعاكم. ما تنسوش كمان تدعو لاخواننا في تركيا وفي سوريا. ربنا يا رب يزيح عنهم البلاء اللي وقع عليهم. وما يكتبه على حد ابدا يا رب العالمين. وربنا يرضى عنا جميعا يا رب ويرفع عنا الوباء والبلاء. ويرزقنا كده يا رب العفو والعافية في الدنيا والاخيرة يا رب العالمين. ما تنسونيش بقى في لايك الفيديو سبسكرايب للقناة لو المرة تشوفوني. اشوفكم على خير بإذن الله في في فيديو جديد مع الف سلامة حبيب قلبي.